أصبحكم بالخير هالفيديو اليوم بدنا نحطكم بكل الجو الجو الأول خلص صرته كلك نعارفين والعالم كله عارف على أنه كيف كل سنة الإنسان بياخد فاكسين ضد الرشح بدكن تاخدوا كل سنة فاكسين ضد الكورونا كل سنة فرد مره مش مرتين بس كل مرة بدكن تاخدوها مثل ما بتاخدو اللقاح ضد الرشح بيام البرد قبل ما تبلش الشتوية بدكن تاخدو اللقاح كمان مشين الفيروس الكورونا هذا قرار صور واضح وكل الناس عارفته طيب هاي دي واحدة اتنان لاش هالفيديو اليوم بدي أقلكن الفيديو كتير بسيط رح زكركم بشغلي مشين تعرفوا اشي قصة النفوط قبل النفوط خلوني احكي عن التضقيق المالي لق شو بدو التضقيق المالي شو الشغلي الكبيري اللي كلكن عم تحكو فيها وتسلوا الناس فيها شغلي بسيطة كتير انصرق لبنان ومال الشعب اللبناني انصرق انصرق الياس لهراوي وعائلته وكل الوزراء اللي كانوا بعهده إلا اتنان سليم الحص وجورجي فريم مصر إذن عهد 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 الياس لهراوي كله هدي تم سرقط المال اليوم بيحكوا ع حزب الله حزب الله بيحكوا عليه انه ببيدفع كمروك وعم بيفوتها لبدوعة بدون كمروك وبيقطعها مثلا على سوريا بالتهريب طيف كل كم تعرفوا سليمان توني فرنجية لمن ابنه يقول صدام حسان تفاهم مع ماهر الأسد انه يعطيه نفط بسعر بسعر رخيص يكررن بسوريا ويعطي النفط لسليمان توني فرنجية تيبيعه بلبنان ثلاث مواخر بالشهر إذن المدخول يوزارة النفط 30 مليون دولار بالسنة هول اخدن سليمان توني فرنجية ما بده كثير ذكا يعني إذن التهريب بلش من هيك الوقات كانت تهريب من سوريا إلى لبنان وبعدين سليمان فرنجية بده يدفع لماهر الأسد المبلغي حطهم ببنك باللبنان طب يدعم لي سور هايدي واضحة مثل الشمس هلا حزب الله عم بمراء بس بيفوت كل شيء كل شيء بيفوته على لبنان ما بيدفع ضريبة شيء هايدي 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 إذن يمين لحود وعائلته وكل الوزراء من عدا سليم الحص جورج يفريم الله يرحموه كان تركوا مع عجيه كلن 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 سورئين هالبلا إجا بعدين حسن نصر الله حزب الله سرقوها اللبنان هايدي وتشاركو مع مشاء العان وبنيته ومرته وبنيته وأسهرته إذن هيدا ميلك انتبع اللبنانيين أشي قصة النفط هالله قصة النفط بسيطة كتير تتذكروا لمن كان الوفد النيابي بفرنسا بالمؤتمر من أجل البرلمانيين بالعالم كان برئاسة النائب رونام عوض النائب زاكي مزبودة النائب عبداللطيف الزين النائب خدشيك باباكيو ما بعرف مينه الخامس نسيت فرئيس ميتيرونتا يكرم اللبنانيين قال نقوله للوفد اللبناني لأنه كانت زكرة 14 تموز عيد الثورة الفرنسية فبيعمل ريسيبشن كبير بعد ما يخلص العرض بالشون زيليزير رئيس جمهورية فرنسا وبيعمل ريسيبشن بالإليزي بها الحاضيقة الكبيرة كان فيه 2000-3000 شخص يعني فالوفد اللبناني بيقلن قولوا له انه يتفضلوا على على الريسيبشن كمان فأجوا وقفين كل هالنيس مرأ رولان ديما وزير الخارجي من حد منه قالن اللبنانيين كيف كون سلموا عليه قالن شو بقدر بخدمكون لقط الرئيس معوّد بيزيكيب بسرعة قالوا إذا بتجمعنا بالرئيس بوش شايفين الرئيس بوش بالريسيبشن قالن خلوكن هون قاب ضقيقة نخلوكن هون بهالمحال ما هني واقفين لأنه عرف وين في 3000 شخص قالن اللبنانيين الحقومة لحقوق فتح صالون كبير بقلب هالإليزي الرئيس جورج بوش بنصة السنة خاطبوا الرئيس معوّد سلموا عليه قالوا لبنان كل هون أنا المسيحة الماروني الكاتوليكي حضرتوا السنة حضرتوا الشيعة حضرتوا المسيحي الأرمني هيدا لبنان كل هون والخوميس ما بأتذكر منه قالوا فيك إذا بتعملنا خدمة إنك قالن أنا بحب لبنان وكذا والغاية قالوا له إذا بتعملنا خدمة إننا نودي الجياش عالجنوب اليوم ننفط بالجنوب تكرمه اسمعوا اسمعوا مني هتتفهموا الفيلم قالن مبادير إذا طلبنا من الإسرائيلي ينسحيب بيقلنا أصحابه السوري بالأول وإذا قلنا للسوري ينسحي بيقلين سحب الإسرائيلي بالأول وأنا بنسحب بالتاني إذا ما فيني أعمل كنهية مش اليوم بس بدي تبلش المفاوضات تتخلص قالوا المعلم للإيرانيين فوتوا على الشمال قالوا البشار الأسد هو أوصح منهم كمان قال نحنا هذا منطقتنا تنعمل فيها نفط اللبنانيين قالوا إنه هشافي كبيري من أنا أنتي عم تاخدنا هدي رسقطنا إذا رجعني طلوع هديك تأطلع عني هذا الوضع بتقولولي أشو الحال رح خطي لكم هالله خطيتها مباريح ووديتها لي بعض الناس كيف الأمر كان ترجع وترجعي القادة العراقيين شكلوا حكومة وبيقول طلبيني لح تقروه لأني بدي حطها على الفيديو ما قلنا حال سمعوني كثير منيه رغم كل هاللعب اللي قايمة بجميع تركيباتي تحت الطولة وفق الطولة بدنا نشكل حكومة بره نشلح بالأول الشرعية لهالزعرون اللي جوه هالحكومة لازم تكون أكتريتها نسوين من الجنس اللطيف رئيس هالحكومة لازم تكون مرأة ووزيرة الخارجية مرأة المرأة هي المستقبل وأسكم من الرجال وأفهم من الرجال شئنا أم أبينا وأنا رجال عم بيحكي هالحكي ومتعلبي أكتر مننا وديرسي أكتر مننا أكتر مني هالحكومة بره تطلب بإلغاء الشرعية بالداخل يلي 14 قدور بستني بإيدنا انتخبوا رأي الجمهورية ما سمعونه وانتو هالله بتسمعوني أهل وسائل ما بتسمعوني انتو حرين هدا الحل هدا الحل وبتعلم من باب الأمم المتحدة بعد ما تجتمع بأمين عام الأمم المتحدة نحن ننفتح على دولة إسرائيل ونعلم من الآن السلام السلام الإسرائيلي الكامل نحن ما عنا شروط شيء انتو شو البتقولوا ونحن منمشي ما بتعملوه بك انتو تعزموا كتير مجموعة زعران انتو ما بتعرفوه كل الشعار تبعا نسمعوه خبس كذب احتيال غدر خيانة قطع يعني ميشيل عان بيطلع الطفر رضيع بكل كذبه وأونطيته والنظام الإيراني وحسن نصر الله الضيم العقول اللي وقف يبعبينه بتحبه؟ أهله وسهله ما بتحبه؟ انتو حرين ليه تنونه وليه تبكاه عيب على الإنسان يبكي الإنسان عنده عقل يبكي أيام مرة عاطفيا لشيء بالبيت أما ممنوع البكاة الإمام علي بن أبي طالب بيقول الشكوى لغير الله ذل عندك عقل عتاك العتاك عملك الله على صورته ومسيله بدك تفكر مثله انت بتخلق الحل شيلوا من رأسكن انه بآخر هالنفق في النور مش صحيح الحكيه نحنا بدنا نخلق النور النور واضح حكومي برا أكتريتها من النسوان من الجنس اللطيف وأعلان لدولة إسرائيل نحن نعلن السلام من مبنى الأمم المتحدة السلام الإسرائيلة ما عنا شيء شو انتو بتفصلوا ونحنا من البس لبطو الطولة لابتكن تقول بوه أنتو حرين ما فيني أعملكن شيء أنا كل شي عندي صوتة وبعتيكن المعلومات بتعرفوا أكتر مني؟ ماني عم بتصورع عنوية كمين بيعرف أكتر ومين مصقف أكتر ومين بيقرأ أكتر ومين معه ومين الأكتر ما عم بتصورع كمه شيء هايدي هي كله حكوه مع أولادكن وحكوه مع نسوانكم وقولوا هاي المشكلة وهذا هدا هدا عم بيعرضها الحل وانتو حرين إذا ما تمتعملوا أهلا وسهلا فيكم وبأمركم